للحديث أكثر والنقاش ينضم إلينا في الستوديو الوزير والقيادي والفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة أهلا بك دكتور سفيان مساء الخير دكتور أبدأ معك بجلسة مناقشة الاستعداد لشهر رمضان هي منعقدة الآن لكن هذه المرة سبقتها تحذيرات وتحذير قرئة أنه الأهم كان من قبل غالنت أنه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن لا تذهب الأمور إلى انفجار الأوضاع بالضفة وبالقدس حتى لا يضطر الجيش إلى سحب قواته من غزة أو من الجبهة الشمالية يعني هو انتهت الجلسة حسب ما أعلنت الوسائل الإعلامة الإبرية انتهت الجلسة التي دعا لها نتنياهو وحتى الآن لم تخرج تفاصيل سوى يعني بعض التصريحات نسبت إلى نتنياهو على سبيل المثال أن حرية العبادة ستكون مكفولة هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يعني واضح أنه سيكون هناك قيود أو بعض القيود على المصلين بالذات من فلسطيني 48 في تقديري أن نتنياهو هو أسير لبنكفير ولم يستطع أن يقاوم شروط بنكفير وإصراره على أن يكون هناك قيود على المصلين وعلى ما يبدو أن نتنياهو أراد أن يعني يوازن قدر الإمكان ما بين المتطلبات الأمنية والتحذيرات الأمنية من قبل الشباك ومن قبل الجيش بأن لا يكون هناك قيود والكي لا يكون هناك انفجار للوضع ولكن نتنياهو يريد كأنه يريد أن يرضي بنكفير أيضا أو يعطيه مساحة للتصريح بنكفير هذه السنة هو يرغب في تقييدات وقيود أكثر شدة يعني عن العادة في وقت أن الأجهزة الأمنية تخالف هذا الرأي وكلهم متوجدون في الاجتماع هو بلا شك لا تفرق لديه إذا كان هناك انفجار أو لا بالعكس هو يعيش على هذه الانفجارات يعني هو يعني بتهيالي هو ينتظر شهر رمضان لكي يضع قيود لكي ينفجر الوضع وبالتالي هو لا يحسب حساب لشيء بمعنى هذا المسألة لا تشكل لديه أي اعتبار في حين أن نظرت على سبيل المثال وزير الدفاع الذي هو بالمناسبة هو ليس أقل تطرفا منه ولكن وزير الدفاع لديه مسؤولية ولديه حسابات ورجل عسكري يقول إذا انفجر الوضع في القدس وانفجر الوضع في الضفة هذا يعني أننا سنتطر أن نسحب قوات من شمال فلسطين ومن غزة لكي نغطي الاحتياجات الأمنية في الضفة وفي القدس هو هكذا يعني يدفع بنتنياهو وحكومته الكابينت إلى اختيار أولوياتهم الآن؟ هو من البداية لو كان الأمر متعلق به لكانت الأمور أصعب بكثير وأكثر تطرفا وأكثر حرقا وأكثر دمارا إلى آخره ولكن نتنياهو أيضا يدرك أن لديه يعني اعتبارات أخرى لديه الأجهزة الأمنية التي تحذره وهو لا يريد أن يتحمل يعني كامل المسؤولية في الركض خلف شهوات بن كفير المجنونة والمتطرفة وبالتالي في تقديري رغم كل ذلك في تقديري أن الأمور إذا ما بقيت بهذا الشكل وإذا ما وضعت قيود أعتقد أنها ستنفجر في كل الأحوال إذا لم تكن هناك حرية عبادة بمعنى الكلمة أن الأقصى يكون مفتوحا لمن يريد أن يتعبد سواء كان من الضفة الغربية وهو كان في العام الماضي بالمناسبة ولم يفرد بالمطلق في السابق أي قيود على فلسطيني 48 وفلسطيني القدس بمعنى يعني من يحملون الهوية الإسرائيلية أو من يحملون الهوية الزرقاء هوية القدس لم تفرض في السابق قيود كهذه إذا فرضت هذا القيود فهذه ستكون أول مرة وفي شهر رمضان هذا أمر غير قابل أن يحتمل من قبل الشعب الفلسطيني من رسالة وزير الجيش جيش الاحتلال يعني توضح أيضا أن إسرائيل غير قادرة على فتح أو أن تظل كل جبهات مفتوحة يعني هي لا تريد لا شك أن مصلحة إسرائيل لا تكون الجبهات مفتوحة ولكنهم يعملون على أن تكون الجبهات مفتوحة بمعنى يعني التصور أنهم لا يعرفون مصلحة أنفسهم في كثير من المواقف وفي كثير من الأحيان بمعنى الكل يدرك أن شخصية كابنفير مسؤول الوزير الأمن القومي في إسرائيل هو عمليا يضرب الأمن القومي في إسرائيل في الصميم عندما يصرح كل هذه التصريحات وعندما يقول أننا سنضع قيود وأنه يصر على أن يضع قيود على المصلين في شهر رمضان وأنه يطالب وقف المفاوضات حول موضوع الأسرة وبدل ذلك بدل مفاوضات أن يتم إرسال الرئيس الموساد بدل التفاوض بالقيام باغتيالات لقيادات من حماس وأن الجيش الإسرائيلي بدل أن يتحدث عن هدنة يتحدث عن اجتياح لرفح هذا باختصار شديد هو لا يعرف مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي الآن أتقل بك إلى المفاوضات الجارية في القاهرة قبل قليل مصدر أطلع الغد على أنها ممتدة ليوم رابع وهو يوم غد لكن قبل أن يؤكد المصدر المصري هذا كان هناك تضارب في التصريحات هناك من قال أن هذه الإسرائيليا تم تداول أن المفاوضات كانت قد انتهت لكن دون توصل إلى نتيجة دون نتيجة قيل أيضا أنها تعثرت أيضا كيف يفسر كل هذا التضارب في التصريحات بشأن ما يجري في المفاوضات يعني أولا عندما يتم القول أنه تم تمديد المفاوضات إلى يوم غد يفهم أولا أن المفاوضات مستمرة وهذا أمر جيد وثانيا أن المفاوضات متعثرة وهذا أمر غير جيد يعني بمعنى طالما هناك استمرار المفاوضات طالما هناك ما زال أملا موجودا للتوصل إلى الاتفاق لكن طالما لم يتم الاتفاق حتى الآن يبدو أن هناك صعوبات وهناك صعوبات أنا أستطيع أن أقدر أن حتى الآن يعني المسافات ما زالت متباعدة في كثير من الملفات بالذات فيما يتعلق بعادة بانسحاب القوات الإسرائيلية خلال فترة الهدنة والأمر الثاني في عودة النازحين من غزة والشمال إلى بيوتهم لكن في هذه النقطة تم تدول بأن حماس أبدت استعدادها لتقليص عدد الأسرة مقابل السماح لعدد أكبر من الأهالي بالعودة إلى الشمال يعني هو أعتقد أن هذا صحيح بمعنى أن حماس أعتقد أنها أبدت استعداد أن تبدي مرونة في موضوع عدد الأسرة التي تطالب بالإفراج عنهم مقابل أن يكون هناك مرونة في الموقف الإسرائيلي بعودة النازحين من غزة والشمال إلى بيوتهم على ما يبدو أن أسرائيل تريد أن يكون هناك مرونة في موضوع الأسرة ولكن لا تريد أن يكون هناك أو لا تريد أن يكون هناك استعداد أن تكون هناك مرونة في عودة الناس إلى بيوتهم وبالتالي المفاوضات تتعثر هذا هو تقديري الشخص يعني دون أن يكون هناك يعني معلومات تفصيلية أفهم منك أنه لن يتم توصل إلى اتفاق قبل دخول شهر رمضان؟ يعني هو التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان أمر مهم جدا ولكن حتى وإن لم يتم توصل قبل شهر رمضان وتم التوصل على سبيل المثال في الأسبوع الأول من رمضان هذا عمر جيد المهم أن يكون هناك اتفاق يعني أعتقد أن الأمور تبدو أكثر صعوبة مما كان يتوقعها بعض المتفائلون لكن برغم أنه هذه المرة الجانب الأمريكي يبدي رغبة حتى الآن هي وفق التصريحات تصريحات بايدن وزيرة الخارجية قبل قليل عند لقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس بغانتس هناك يعني لن تحدث فارقا لا طبعا طبعا استمرار المفاوضات بهذه الكثافة والضغط المصري والقطري والأمريكي على أنه يجب على الأطراف على أنه يجب أن يكون هناك اتفاقا قبل شهر رمضان يعني هذا هو ناتج بالدرجة الأساسية أولا عن الرغبة لدى كل الأطراف أن يكون هناك اتفاق ولكن هناك رغبة أمريكية جامحة ما الذي لم أفهمه حتى الآن من التصريحات الأمريكية ليست المتفائلة يعني عندما يقول بلينكين اليوم في قطر أن هناك اتفاقا على الطاولة ولا حماس أن تتجاوب تتوقع على هذا الاتفاق وأيضا نائب الرئيس الأمريكي كمال هارست أيضا تقول أن هناك اتفاقا ويجب ليس هناك اتفاق يعني لا يوجد اتفاق هناك مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لا يوجد اتفاق نريد التوقيع عليه إلا إذا كانوا يقصدون أن هناك مقترحا إسرائيليا وقفوا عليه وخلاص وهذا حنيتها ليس مفاوضات هذه إملاءات وبايدن أيضا بنفسه يعني الرئيس الأمريكي يرى أنه على حماس هي يعني الكرة الآن في ملعب حماس هذا غير مفهوم صراحة أنا بالنسبة لي هذا غير مفهوم أتفهم أن الإدارة الأمريكية وبايدن يريدون اتفاق بأي ثمان يريدون أن يكون اتفاق يريدون أن يكون هدنة يريدون أن تكون هناك إدخال الكثير من المساعدات مرتبطة بهذا الاتفاق لأنهم بالفعل يشعرون أن بايدن بحاجة إلى هذه الهدنة يعني لأنها تخدمه في موضوع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذه الرغبة أن يترجم بتصريحات ليس لها تفاؤلية كما قال قبل أسبوعين أن يوم الاثنين أنه يوم الاثنين سيتم التوقيع على اتفاق يعني هذا لا يليق برئيس أكبر دولة في العالم أن يصرح تصريحات ويدرك أنه غير صحيحة وغير قابلة للتفاق دكتور سفيان أبو زيدا الوزير الأسبق والقيادي الفلسطيني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك